طيب حقوق اللاجئين في المياه ده واحد من المواضيع اللي ما كانتش بتطرح في الفترة اللي فاتت ابدا ولكن اعتقد انها واحد من الملفات اللازم تكون موجودة على مائدة الحوار في هذا المنطق الحقيقة بالتأكيد طبعا موضوع اللاجئين ابتدى يبقى موضوع ساخن زي ما نقول يعني خاصة في المنطقة حوالينا بنشوف غزة وسوريا والسودان الحقيقة مناطق كتير ساخنة وكثير من اللاجئين اتحركوا من اماكنهم لاماكن اخرى ويمكن بدأنا برضو السنة اللي فاتت عملنا اول جلسة في هذا الموضوع الحقيقة اللي كان برضو موضوع مهم يعني ومازال مهم ومازال على الاجندة بالتأكيد لانه موضوع اهم جدا ليه اكتر من بعد الحقيقة سواء كان الهجرة دي سببها ايه طبعا صراعات في معظم الاوقات تأثيراتها ازاي على الخدمات المقدمة للناس طبعا مخيمات او غيره خدمات المياه الشرب والصرف في صحة خدمات سيئة جدا وتؤثر بشكل كبير او على الصحة العامة خاصة صغار السن الاطفال والكبار برضو حتى وجود هؤلاء اللاجئين في دول فيها نضرة مائية ده كمان بيؤسل على هذه الدول الدول بالفعل عندها تحديات في المياه فلما كمان يزيد عدد من اللاجئين في هذه الدول ده برضو عب اضافي على الموارد المائية المحدودة وطبعا مهم في هذه الجلسات دور المجتمع الدولي في المساعدة ده برضو جزء مهم اللي هتناوله بالتأكيد السنة دي ان شاء الله واضح ان كمان التغيرات المناخية يعني متربطة او متدخلة بشكل ما وباخر مع كل الجلسات او مع معظمها يعني ازاي تدخل ده تم وايه ابرز الموضوعات اللي تم تدخل معها احنا دائما لبنكلم عن قطاع المياه في مصر مثلا وبرضو في المنطقة بقول عندي تحديين كوار عندي تحدي ان الاستخدامات او الاحتياجات المياه بتزيد مع الوقت نتيجة ازاي ده السكانية وده برضو طبعا شيء معروف يعني عندي زائل السكان بالتالي محتاج مية عشان الشرب محتاج مية عشان الصناعة فرص عمل محتاج مية عشان الزراعة عشان الناس يدر تاكل المجتمع ده وده تحدي كبير وفي نفس الوقت فيه تحدي التغيرات المناخية اللي بيواجه العالم كله ده بيضع عب كبير جدا على التحديات دي لما بقول موارد زيادة آسف احتياجات زيادة في قطاع المياه وموارد محدودة معنا انه عندي فجوة في المياه والفجوة دي بتزيد مع التغيرات المناخية كمان بتزيد في مصر احنا لاننا اخر دولة في حوض النيل فالتغيرات المناخية اللي بتحصل على حوض النيل كله بتؤثر علينا في النهاية بتؤثر على المياه الهجنة من النيل في النهاية في كتير من السنوات اللي بتقول هتزيد هتقل بس في الاخر فيه تأثير بالتأكيد للتغيرات المناخية على النيل عندنا الموجات الحادة اللي شفناها يكون بكلمة عنها من شوية السيول والامطار الزيادة من ضمن الحاجة معناها بردو موجود الحرارة دي مش معناها بس الناس حضرانة كمان احتاجات المية لقطاع الزراعة هتزيد بالتأكيد وده برضو عقل الزراعة والشربة ورية كل القطاعات خلي ما لك كمان انت عندك الدواجين والسروا الحيوانين ما كل ده برضو بيحتاج مية عشان ما يجلوش إجهاد حراري بالزبط كده كل القطاعات وطبعا الزراعة بتبقى اكتشوان انا بدي ممثل خمسة سورعين في المية من استخداماتنا المية فالتغالات المناخية تأثيرتها كبيرة جدا ومرتبطة بقطاع المياه دايما لما يكلم عن التكيف مع التغالات المناخية قطاع المياه بيجي في الصدارة لانه دايما هو اكثر قطاع متأثر بشكل واضح بالتغالات المناخية ويحتاج للتكيف مع التغالات المناخية فالارتباط واضح جدا حقيقة ما بين الاثنين ممكن مصر بتقود مع اليابان كانت كلمنا عن مؤتمر 20-23 المياه مصري واليابان كان بيقود محور حوالين المياه والمناخ بشكل اساسي على الاجندة الدولي وما زال ده دور مهم لمصر الحقيقة في الأجندة الدولية موضوع المياه والمناخ وارتبطهم لأنه ارتبط عالي جدا ما بين القطاعين أسبوع القاهرة حيتم فيه عرض رؤية موحدة للقرى الأفريقية لموضوع المياه أعتقد دي حاجة مهمة جدا أدئي بتبين دور مصر الدولي والأفريقي أدئي بتبين أنها مهتمة بحقوق الجيرة تماما وأدئي بتبين برضو أنه فيه خطة مستقبلية بتوضع للقرى كلها بصفة عامة لوقف استنزاف المياه يعني جعل الدول الأقل حظم في المياه عندها فرص للحصول على حقها في المياه تماما يا فلنه وطبعا أسبوع القاهرة أسبوع دولي بس بيركز بالتأكيد برضو على المنطقة اللي احنا فيها فدائما حتى من بداياته كان بيركز على المنطقة الأفريقية منطقة المنطقة العربية الشرق الأوسط حتى برضو مناطق دول البحر المتوسطية فأفريقيا لأنه جزء من أفريقيا هي من البداية في الموضوع فيما يخص أسبوع القاهرة المياه إنما طبعا وجود المرات فيه اجتماعات رسمية مصر الحقيقة هي برضو رئيس مجلس وزراء المياه الأفريقية هي بتبقى دايما فيه فترة سنتين لكل دولة إحنا رئيس من دي الدورة بتاعي في الوقت الحالي لغاية مارس اللي جاي إن شاء الله فكان فيه فرصة أن نعمل أسبوع الأفريقي للمياه في هذه الفترة عشان نطرح زي ما حياتك قلت إيه التحديات اللي بتواجه القاهرة الأفريقية بشكل كبير خاصة مياه الشرب والصرف الصحي فيه جزء كبير ممكن إحنا عندناش المشكلة دي قوي في مصر الحقيقة الحمد لله يعني إنما في الدول الأفريقية ده مشكلة كبيرة جدا تحدي كبير جدا ممكن برضو أفريقيا بتركز على هذا الموضوع بشكل كبير فده برضو تحدي مهم رغم تواجدها إلا إن هي مش منظمة اشتركوا في القناة